اشتركوا في القناة ايه وضعهم في المجموعة هنلاقي ان كل منتخب بيلعب لحد اخر وقت سواء عندك فرص في التأهل او ما عندكش منتخب نيجيريا بيجاري منتخب الارجنتين وزي ما احنا شفنا وتابعنا منتخب الارجنتين عايز الحكم يصفر بسرعة منتخب الارجنتين قدم كورة طليق فعلا بالقرى الافريقية عندهم لعيبة على اعلى مستوى عندهم منظومة نكحة عندهم لعيبة محترفة عندهم مدير فني عرف ان هو يعني يعمل توليفة تخرج بالمستوى اللي احنا شفناه لمنتخب نيجيريا منتخب نيجيريا خسارة ومكسب وخسارة غير مستحقة امام المنتخب الارجنتيني شفنا تقلق من احمد موسى شفنا جون اوبي ميكيل شفنا يعني عايزين نقول ان تقنية الفيديو للأسف جاية بخسارة على بعض المنتخبات اللي ملهاش اسم كبير في العالم يعني رقل الجزاء او لمسة يد لمنتخب نيجيريا ووضحة للجميع والحكم بيعود الفيديو ومش بيحسبها وكلنا اكيد شفنا وتابعنا ان هي فيها لمسة يد هتقول لي بقى جات في دماغه لمسة ايده انا في الاول وفي الاخر احنا بيتكلم على اللي احنا شايفينه منتخب بيرو ما عندوش اي امل ولا عندو اي وسيلة للصعود الى دوره 16 ومنتخب استراليا نازل المباراة بدوافع اكتر من منتخب البيرو منتخب بيرو بيفوز على منتخب استراليا انا مليش دعوة انت ظروفك في المجموعة ايه ولا انت طموحاتك في المجموعة ايه كل اللي انا عارفه انا جاي كاسعالم اقدي اداء مشرف اعمل اللي علي ظروف المباراة خدمتني ما خدمتنيش انا جاي اعمل اللي علي منتخب المغرب طبعا غني عن الكلام وغني عن ان احنا نتكلم عليه لكن بمنظومة نكحة بمنتخب اول بمنتخب اولمبي بمنتخب محليين تلات منتخبات مع منتخبات الناشئين وشباب بيخدموا على المنتخب الاول طبيعي جدا هنلاقي فيه طفرة فيه المنتخب المغربي